نحن في غزة المسلمين والمسيحيين نحن اعتدينا على الصهاينة وهي الأرض لإلهم ونحن أخذناها منهم بس بدماء غزة فجرت هذا الوايا عند الناس ورجعت الصورة إلى مكانها بأنه نحن المستضعفون وهن الظالمون ونحن لما نقاتل يعني عم نقاوم يعني هي مقاومة الإفساد وأنا بأعتقد أنه معركة الوعي وحروب الوعي كتير مهمة وأنا بأعتقد أنه المشروع الأموي كان عنده كيف الآن الدول الغربية هكا الاستكبارية عنده مشاريع ومراكز دراسات حتى تتلاعب بالوعي بالضبط في عهد بنؤمية أيضا نفس الأمر